نان مادول المدينة المفقودة في المحيط الهادئ في أعماق المحيط الهادئ على جزيرة بوهنبي في ميكرونيزيا توجد مدينة غامضة تدعى نان مادول هذه المدينة هي واحدة من أكبر وأقدم المواقع الأثرية في العالم وهي موطن لعدد من المباني الحجرية الضخمة التي تبدو وكأنها مستحيلة البناء وفقا للنظرية الأكثر شيوعا تم بناء نان مادول في القرن الثالث عشر الميلادي من قبل حضارة سوديلور ومع ذلك هناك أدلة تشير إلى أن المدينة قد تكون قد بنيت في وقت أبكر بكثير ربما قبل أربعة عشر ألف وخمسمائة عام أحد الأدلة الرئيسية على هذا الافتراض هو أن بعض أسوار المدينة تمتد تحت مستوى سطح البحر هذا يعني أن المدينة كانت موجودة قبل أن ترتفع مستويات سطح البحر بسبب ذوبان الجليد الدليل الآخر هو أن كتل البازلت التي بنيت منها المدينة تزن أحيانا ما يصل إلى خمس طنا من الصعب للغاية نقل ورفع هذه الكتل مما يشير إلى أن حضارة سوديلور كانت تمتلك تقنية ومهارات متقدمة للغاية نانو مادول هي واحدة من أكثر المواقع الأثرية غموضا في العالم لا يزال العلماء غير متأكدين من تاريخها أو كيفية بنائها ومع ذلك فإن المدينة هي تذكير مذهش بقدرة الإنسان على تحقيق أشياء مذهلة وخيرا عندنا أسئلة محفزة للتفكير ما هي النظرية الأكثر ترجيحا حول تاريخ مدينة نان مادول ما هي العواقب المحتملة إذا كانت المدينة قد بنيت قبل 14500 عام ما هي التقنيات التي يمكن أن تكون قد استخدمتها حضارة سوديلور لبناء مدينة بهذا الحجم والضخمة لا تنسوا المتابعة ومشاركة المعلومة مع أصدقائكم لتعم الفائدة للجميع